امير المؤمنين لا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق والطريف في الأمر أن بعض النواصب باطنا عندما وصلوا إلى هذا الحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق تورطوا مع هذا الحديث لماذا؟ لأنه وجدوا أن الشيعة يحبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولا أحد يزايد على الشيعة في محبته لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى وجدوا أن بعض الصحابة والتابعين وبعض كبار أئمتهم كانوا يبغضون الإمام علي عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي صفيان حارب أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الأخير وأمر بسبه على المنابر زين هذا الشخص كان يبغض علي بن أبي طالب زين هم يردون يدخلوا ضمن الصحابة المؤمنين من طرف آخر توجد فيه علامة النفاق وهذه العلامة في حديث الرسول صلى الله عليه وآله الثابت بالأسناد الصحيحة فكيف يخرجون معاوية عن النفاق ويدخلونه في الصحابة المنتجبين المؤمنين حتى يخلون دوره حاجز وسياج أن واحد لا يتمكن من أن ينال من معاوية لأن النواصب أمويين بالطبع عادة فهنان يتورطون مع هذا الحديث ويضطرون إلى تأويله تأويلات سخيفة جدا موسيقى موسيقى موسيقى